السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا اليوم الخميس 19 أيلول سبتمبر القمر اليوم موجود في برج الحمل ورح يظل موجود في برج الحمل لغاية صباح يوم الغد الجمعة الساعة 9 ودقيقتين القمر الآن موجود في منزلة الشرطين وهي منزلة جيدة لكل ما يخص النساء وغير ذلك فهي سيئة جدا ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد جيدة لعلاج الأسنان، العمليات الصغرى، قص الأظافر أو قص الشعر برضو القمر رح يظل موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 5 و42 دقيقة صباحا بتوقيت جرانتش من صباح اليوم الخميس لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة البطين وهي منزلة جيدة لتهدئة النفوس والإصلاح والبدء بكل شيء القمر بما أنه موجود في برج الحمل، معناته اليوم منشعر بأنه أكثر نشاط في العمل وفي حركتنا في حياتنا وأكثر تصميما أكثر استقلالية ممكن نبدأ بمشروع جديد ولكن من المرجح أن تكون أفعلنا متسرعة أو متهورة علينا أن نكون حذرين على الطرقات أكثر أثناء الحركة أو قيادة السيارات منلاحظ أيضا أنه خلال هذا الوقت منفقد صبرنا في تعاملاتنا مع الآخرين وهذا الشيء ممكن يؤدي لحجج أو مشاكل غير ضرورية منفقد دبلوماسيتنا وبتسيطر علينا العصبية وفرض الرأي والتحكم بالغير وعادة لما يكون القمر موجود في برج الحمل يوصى بإجراء فحص للعيون إذا لزم الأمر أو تعديل تسريح شعرنا أو إقامة حفل ما بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية بطيئة لها تأثير أسبوع تقريبا سبع أيام ومستمرة سبع أيام قادمة وهي زاوية تثليت إيجابية بين الشمس وبين أورانوس هذه الزاوية ذروتها اليوم الساعة 2 و3 دقائق بعد الظهر بتوقيت جرينج بتعزز قدراتنا الإدارية بتطفي جاذبية على شخصيتنا بتعزز قوة الحدث لدينا بتمنحنا الإبتكار وبرضو بتعطينا مواهب للاختراع والإنجذاب لكل ما هو جديد ومنعيش علاقات جيدة مع الأصدقاء ونجاح غير متوقع النجاح ممكن يكون عن طريق العلم أو ممكن يصير فيه نوع من أنواع التغييرات المفيدة أو تخرجنا من رتابة الحياة للروتينية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية بين القمر وبين المشتري هذه الزاوية راح تكون الساعة 6 و10 دقائق مساء بتوقيت جرينج بنهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا إحنا ومنحاول أن نساعدهم قدر الإمكان يعني نوع من أنواع التعاطف أو العمل الإنساني وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية وبتمنحنا العطف والمودة وبنحظى بالشعبية واليسر المادي والصحة والحضوة عند الجنس الآخر ونجاحات مادية كما أنها بتساعدنا على التعرف على أشخاص ذوي نفوذ وبتمنحنا تقدير رؤسانا بالنسبة للعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية اليوم الرأس والأسنان واللسان والعضلات المخططة والقضيب والمرارة والشرين والدم هاي العضاء هي الأكثر حساسية طبعا لما زالت مراحل اكتمال القمر موجودة فما بنصح بالعمليات الجراحية لهاي الأعضاء تحديدا أما باقي أعضاء الجسم إذا كانت اضطرارية يعني أنا ما بنصح فيها لأنه نسبة صيولة الدم بتكون عالية وأيضا احتمالية النزيف للأشخاص اللي باخدوا مميعات بكميات عالية جدا هذول برضو لازم يكون فيه إشراف طبي عالي جدا أو يكون فيه تنبيهات للأطباء في هذا الموضوع هذا اليوم يصلح للحجامة أيضا مناسب للتجميل مثل الحقن ولكن الجراحة طبعا ما بنصح فيها خصوصا الجراحة الكبرى التجميلية لا يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي يصلح للصبغ للحنة ولكنه لا يصلح للقص العلاجي القمر بما أنه موجود في برج الحمل خلو المسار زي ما ذكرنا يوم الجمعة رح يكون بيبدأ الساعة 38 دقيقة صباحا بتوقيت جرانيتش وبيستمر حتى تمام الساعة 9 ودقيقتين صباحا بتوقيت جرانيتش أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المكتمل عمره 17 يوم الساعة 34 دقيقة بعد العصر بتوقيت جرانيتش نبدأ باليوم الثمنتعاش نسبة الإضاءة 95 في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العذرة حتى يوم 22 تسعة منتحسه بنسبة 10 في المية الآن ساعة الفجر سعيده بنسبة 30 في المية القمر في الحمل حتى يوم 20 تسعة وهو يوم الغد منتحس الآن بنسبة 10 في المية في ساعات الصباح سعيد بنسبة 10 في المية عطارد في العذرة حتى يوم 26 تسعة منتحس بنسبة 40 في المية الزهرة في الميزان حتى يوم 23 تسعة سعيد بنسبة 45 في المية المريخ في السرطان حتى يوم 14 سعيد بنسبة 45 في المية المشتري في الجوزاء حتى يوم 9 أربعة منتحس بنسبة أربعين في المية زحل في الحوت بيتراجع حتى يوم خمسة عشر منتحس بنسبة عشر في المية وأورانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم ثلاثين وآحد منتحس بنسبة عشر في المية نبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم سبعة اتناش منتحس بنسبة عشر في المية وبلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم اتناعش عشر منتحس بنسبة عشر في المية وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط وبتسيطروا على زمام الأمور وبتنجحوا بالدفع بمصالحكم حان الوقت لحسم الأمور العالقة أو اللي كانت مؤجلة ممكن تسمع جواب كنت بتنتظره أهم مش أنك تتحرك ما تنتظر أن الفرصة هي اللي تيجي لعندك لازم أنت اللي تبحث وتذهب باحث عنها أو تبدأ بفتح أبواب جديدة أو تقدم طلبات جديدة أهم مش أنك ما تضيع الوقت لأنها هاي تعتبر بداية جديدة برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور يوم آخر بيطلب منكم عدم المبالغة في مجهودكم الجسماني طبعا القمر مازال موجود في بيت المتاعب لغاية صباح يوم الغد فإذن ضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري والعاجل انتبهوا لغذائكم وراحتكم ابتهدأ الوتيرة وبتتأخر النتائج والبضائع والمعاملات وممكن تشعر ببعض الخيبة ممكن تظهر بعض الخلافات أو الالتباسات وانت طباعك متقلبة ومزاجك متعكر فما تخال في القوانين لأنه ممكن تخسر أكثر مما بتتوقع حاولت أجل الأمور ليوم الغد وما تتخذ قرارات حاسمة وإعمل بشكل روتيني برج الجوزاء بالنسبة لما وليد برج الجوزاء بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء منكم أشخاص اليوم ممكن يشاركوا في حفلة أو مناسبة سعيدة وبإمكانك تعبر عن آراءك بحرية وجراءة وتنقذك سرعة البديهة من المواقف المحرجة وبتسكنك أحاسيس متناقضة لكنها فترة مناسبة للتحالف ولمد يد العن للزملاء وأيضا حاول أنك تنجز وتتمم كل الأعمال الضرورية والمهمة حتى لو استعنت ببعض المعارف لأنه ابتداء من صباح يوم الغد القمر رح يوصل لبيت متعبك برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان بتظل الفرصة متاحة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا بإثبات جدارتهم للمسؤولين وبإمكانكم تحافظوا على إنجازاتكم القائمة برر كلامك ووضحوا بشكل جيد عشان ما تنفهكم بشكل خاطئ كون جاهز للقيام بزيارة طارئة أو لا اتصال بأحدهم بتكون الظروف داعم لأفكارك ممكن تهتم لبعض الاتصالات أو المشهورات ولا تكون مهمل وما تترك انطباعات سلبية عنك برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد بتنشطه في السفر والاتصالات البعيدة ويعتبر هذا اليوم مناسب لاجتياز امتحان أو جراء مقابلة يظهر تعاون أكبر مع الآخرين ومع الجهات المسؤولة بتكون الظروف مناسبة لبحث مواضيع جديدة أو لاختبار تجارب مختلفة وبتشعر بالاعتزاز والفخر أهمش انك ما تستسلم وما ترضخ للشروط اللي ما بتناسبك وناقش بمنطق برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء بتظل الأمور المالية بتشغل فكركم والفرصة متاحة لمكسب الوصلة بشراكة أو تعويض وبيتوجب عليك عدم مخالفة القوانين والإرشادات وعدم ترك الأعمال ناقصة ومهملة كون متفهم لأوضاع الآخرين ولا أراهم اتجنب الكلام الجارح وكون دبلوماسي برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان بترغبوا في تدعيم شراكاتكم ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني بتكثر الواجبات وبتتزامن وممكن تشعر بالهلع لضيق الوقت عذر من التراجع الصحي هو ما في خوف عليك إذا اتبعت الإرشادات والتعليمات وتجنب المشاكل وما تتصلت لأنه ممكن يكون فيه خلاف أو سوء تفاهم اليوم ما بينك وبين أحد الشركاء برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب أنجزوا ما تراكم لديكم من عمل وبتجدوا تعاون من الزملاء نظموا جدوى الغذاءكم وخدوا قصة من الراحة من حين لآخر ممكن تبدأ مرحلة مهنية جديدة لكن هذا ما بيعني أن المرحلة رح تكون سهلة بتكثر الواجبات وبتتزامن ومن الحكم عدم إهمال الإشارات مهما كانت بسيطة وحاذر من المشاكل الصحية برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس بتزداد اليوم رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم وبرضو اليوم في فرصة مناسبة لمصالحة أو لتسوية وكذلك للتعارف والارتباط نشاطاتك متنوعة وثقتك بنفسك عالي وقدرتك على استيعاب الأمور أيضا ممتاز جدا وممكن اليوم تهتم بمظهرك أو تهتم بجمالك أو تهتم بهندامك يعني يهم مناسب أيضا لممارسة هوايه برج الجديد بالنسبة لموليد برج الجديد بترغبوا اليوم في إدخال تعديل على مسكنكم والتفاهم مع أفراد العائلة التركيز كله رح يكون على البيت وعلى العائلة أغلب الوقت فممكن تحتاج المسائل الخاصة والعائلية لمناقشة وممكن تظهر بعض الضغوط والمتاعب والمعاكسات اللي شوي تستفزك فبرضو بدك تنتبه لأنه ممكن تتعرض لمحاسبة أو ربما لتحديات واستفزازات وأعطال منزلية برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو بتنشطوا في السفر والاتصالات اليوم بشكل مكثف ومنكم أشخاص ممكن ينطلق في مرحلة مهنية للترويج لمشاريع بنجاح هاي الفترة مناسبة لتقديم الامتحانات للمشاركة في المؤتمرات، الندوات، الدورات حتى وبتنجحوا في طرح موضوع مهم وحساس وممكن تقدم على عمل مهم يلفت الأنظار والإعجاب على المستوى العاطفي أيضا الأجواء إيجابية وبعضكم ممكن يهتم بالسيارات أو بالإلكترونيات يا صيانة يا شراء برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت بتظل الفرصة متاحة لمكسب مالي هذا المكسب عادة بيجي من عمل إضافي ومنكم أشخاص ممكن يستردوا أموال بتعودلهم أو ممكن يحصلوا على هدية بعضكم ممكن يقدم على إنجاز أو ممكن تناقش صفقة أو اتفاقية عشان هيك بدك تعمل بجدية ونظم شؤونك المالية وامتنع عن مخالفة القوانين والتورط في مشاريع مشبوهة هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر